عرفت أن الفعل مضارع يجزم إذا سبقه أداة هذا تابع الدرس السابق شيء من مراجعة وربط الدرسين معا إذن الأداة تكون هل هي أداة نصب أم جزم أم لم يسبقه ناصب ولا جزم يجزم إذا من يجزم لا بد أن تسبقه أداة وهي أداة جزم فلا بد أن تسبقه أداة جزم السؤال ما الذي سبق الفعل يمت من لم يمت من لم يمت سبقته لم وهذه لم كما نقول هي أداة من أدوات جزم الفعل المضارع وهي الأداة الأولى معنا الآن في أمثلتها نروح مع المثال الثاني طلع الفجر ولما تشرق شمس الصباح طلع الفجر ولما تشرق شمس الصباح أما الفعل تشرق لاحظ مع الفعل تشرق في المثال يسألك كذلك منوع من حيث الزمن هل الشمس أشرقت؟ طبعا إجابة لا لما لأن قال لك ولما إذن هي لما تشرق وهل هناك أمر للشم في الإشراق؟ الإجابة لا إذن تبقى عندك الفعل مضارع من حيث الزمن تكلم عن الزمن الآن الحركة التي نجدها بآخر الفعل آخره هذه الحركة لاحظ معي وهي ماذا يا شباب؟ السكون هذا الفعل إذن السكون هذا هو علامة من علامات ماذا؟ نصب الفعل أم رفع أم جزم إذن هي علامة جزم لأنه معروف تكلكم عرفت من نصب أداة النصب عفوا أنا علامة النصب وعلامة الرفع في الدروس السابقة ونتبع هنا سؤالنا إذن فعل مضارع يجزم إذا سبقوا أداة أي الأدوات الثلاث تكون؟ هل أداة نصب أم جزم؟ أم لم يسبق ناصب ولا جزم؟ إذن هو عندك يجزم إذن يجزم مباشرة تكدها جزم هي الأنسب له السؤال ما الذي سبق الفعل تشرق؟ ما الذي سبق الفعل تشرق؟ طلع الفجر ولما تشرق ما الأداة؟ هي أنه لما إذن لما هي أداة الجزم وهي أداة من أدوات الجزم الفعل المضارع وهذه الأداة الثانية قال تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق ذو ساعة من ساعته لاحظ معنا الفعل ينفق ينفق نفس الكلام نسأل عن نفسنا هل هو من حيث الزمن؟ سؤالنا الزمن وليس من حيث الأمور الأخر إذن هل هو هذا الفعل ماضم؟ أم مضارع؟ أم أمر؟ لاحظ معاك ينفق ينفق إذن لاحظ الفعل مضارع السؤال الذي بعده المثال الحركة التي تجدها بآخر حركة آخر بالفعل حرف القاف ما الحركة التي يحملها؟ هذه الحركة هي ماذا؟ السكون إذن هذه السكون يا شباب هي علامة من علامات ماذا؟ هل هي نصب؟ أم رفع؟ أم جزم؟ فإذن علامة جزم علامة جزم فالفعل مضارع يجزم إذا سبقه أداة خذناها ونكررها حتى لا تنسى وترسخ معاك تنتبه ولا تخلط بين الأدوات أداة نصب أم جزم أم لم يسبقه ناصب ولا جزم إذن يجزم لاحظ عندي يجزم لابد تناسبه إذا تكون جزم أداة جزم إذن هنا السؤال ما الذي سبق الفعل ينفق؟ ما الذي سبقه؟ ما الكلمة سبقته؟ هي الأداة ها؟ لام الأمر لينفق لينفق إذن هذه الأداة هي من أدوات جزم الفعل المضارع وهي الأداة الثالثة في هذه الأدوات ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط لاحظ الأفعال ركز معي الأفعال الموجودة في المثال الله جل وعلا هنا يوجهنا توجيه رباني في الإنفاق فيقول لا تجعل يدك مغلولة وفي الجانب الآخر ولا تبسطها فالاعتدال مطلوب في كل شيء في هذه الحياة تأمل الفعلين تجعل وتبسط هذان الفعلان كما ترى هما نعم كذا كما نوعهم حيث الزمن تجعل هل هما ماضيان أم مضارعان أم أمر فهما فعلان ماذا فعلان مضارعان فعلان مضارعان ما الحركة تجدها بآخرهما لاحظ تجعل وتبسط تجعل تجعل وتبسط طال حركة عليهما إذن الحركة هي ماذا هي السكون إذن السكون هذه علامة ماذا نصب الفعل مضارع أم رفعه أم جزم له فإذن هي قلنا السكون وأخذناها في الدرس السابق أنها علامة وهي علامة جزم الفعل المضارع الآن الفعل المضارع كذلك يجزم لاحظ كلمة يجزم طالما يجزم لانتبه مباشرة تقودك إلى شيء هل هي تقودك لأنها على الأدات نصب أم جزم أم لم يسوقه ناصب ولا جزم فإنما هي أي علامة أو عفوا أدات أدات جزم الفعل المضارع يجزم إلى سبقته أداته جزم إذن ما الذي سبق الفعلين تجعل وتبسط الفعلان تجعل وتبسط ما الذي سبقهما ولاحظتم في الآية الكريمة لا الناهي جزم الفعل المضارع وهي الأدات الرابعة دعونا قليلا ندخل مع هذا السؤال مطروح علينا ما الذي جزم الأفعال المضارعة السابقة أفعال المضارعة ننتبه في المثال الأول سبق الفعل المضارع يمت بأداة الجزم ماذا لم سبق بحل في الثانية في المثال الثاني سبق الفعل المضارع تشرق بأداة الجزم لما ولما تشرق أما المثال الثالث فكذلك سبق الفعل المضارع ينفق بأداة الجزم لام الأمر لام الأمر وفي المثال الرابع لدينا هنا فعلان مضارعان وهما تجعل وتبسط تجعل وتبسط سبق بأداة الجزم وهي لا الناهية لا الناهية إذن هذه الأدوات الأربع هي من أدوات نستندق من ذلك أن الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي معنى أربع أدوات أربع أدوات لم ولما ولام الأمر ولا أن هذه الأربع أدوات هي التي تجزم فعلا مضارعا واحد إذن الأفعال يمت وتشرق وينفق وتجعل ولا تجعل تجعل إذن تب وتبسط هذه الأفعال الأربعة المجولة الخامسة عندنا أصحيحة الآخر أم هي معتلة لاحظ تا هنا آخرها تا حرف القاف القاف هنا اللام هنا الطا هل هذه الأفعال جاءت صحيحة الآخر أم هي معتلة الآخر هي صحيحة كيف عرفناها لأنها لم تنتهي بحرف من حروف العلة أي لم يمدخل عليها أي فعل من أي أداة من أدوات العلة المعروف الحروف الأربعة هنا يحدد علامة قزم الفعل المضارع الصحيح لاحظ الآن عندي هنا عندك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك إذن الفعل عندنا لاحظ عندي نشرح نشرح والأداة التي سبقتها هي ماذا نم ونوع من حيث الصحة والاعتلال إذن هو فعل صحيح الآخر نتكلم عن آخر فعل ركزوا معي شباب أشرقت الشمس ولما يستيقظ محمد هنا ستقول لدينا فعلان نعم فعلان لكن نريد ما سبقته الأداة ننتبه شوية قليلا إذن يستيقظ يستيقظ هذا الفعل يستيقظ كما تراه عندك سبقته لما لما وهو من حيث الصحة والاعتلال هو ماذا صحيح الآخر صحيح الآخر ليذاكر المجتهد إذن عندنا الفعل هو ماذا الفعل يذاكر 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 والأداة التي سبقته هي لام الأمر لام الأمر من حيث الصحة والاعتلال هل هناك حرف إلا ليست هناك حرف إلا فإذن هو صحيح الآخر فإذن هنا كما ترونها عندكم هذه الأدوات لا تكتب كلاما سيئا لا تكتب إذن الفعل تكتب تكتب والأداة التي سبقته يلا الناهية وهو كما ترونه فعلا هل منتهي بحرف إلا طبعا إجابة لا فإذن هو فعل صحيح الآخر الآخر ولك أن تأتي بأمسية الأخرى تشريك على هذا حتى يترسخ الأمر وتفهم الأموضوع إن شاء الله إذن الآن نحدد الآن ندخل مع هذا النظام مثل الآخر وهي علامة قزم الفعل المعتل الآن نروح مع الفعل المضارع المعتل الفعل المضارع المعتل كما ترون ندخل من بعض الأمثلة يقول أبو الأسود الدؤلي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم السؤال الآن يبدأ يسألنا عن الفعل تنهى تأمل في هذا الفعل تنهى تنهى ما نوعه من حيث الزمن تنهى متى ماضى أم مضارع أم لاحظ نركز نحن كددا على الزمن إذن هذا فعل مضارع فعل مضارع هل الفعل المضارع صحيح الآخر ألجأت تنهى هذا هو الأصل أصله تنهى هذا الأصل هل ظهر السكون بآخر هل هناك سكون إذن ماذا حدث للحرف الأخير هذا الأصل تنهى الحرف الأخير ما حدث له ماذا حدث له حذف الحرف فحذفنا الحرف وماذا فعلنا وضعنا الفتحة دلالة على أن المحذوف هو الألف الألف المقصورة هذه الألف المقصورة إذن سنأخذ مرة ثانية مثال آخر من أراد التوفيق فليدعو ربه فليدعو ربه تأمل الفعل يدعو هذا الفعل ممكن نواقشه بعدة صيام من حيث الزمن إذن هذا معروف هنا أنه مضارع لكن لو قد نسألك من حيث الصحة والاعتلال هل هو صحيح الآخر أصله هل أصله صحيح الآخر بمعنى هل هو الفعل صحيح هذا يدعو لا هل هو صحيح الآخر هذا أصله هل هو أصل صحيح الآخر طبعا لا هل ظهر السكون لم يظهر السكون إذن ماذا حدث حرف الأخير وهو حرف الوا أنه حذف حرف العلة إذن لاحظوا هنا حذفنا الحرف من أصل كان يدعو وحولنا هذا كان أصل يدعو فالحذف فالحذف أدى إلى أنه هذا أصبح بهذه الصيغة يدعو فوضعنا هذه الضمة أحركة الصغيرة دلالة على الواو المحذوفة دلالة على الواو المحذوفة وركز معي اللي ما فهمه هذا أصله يدعو معتل بالواو فحذفنا الواو وضعنا محله الضمة الصغيرة كما تراها هنا عنا يدعو 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 الآن إذا لم تحمي وطنك فمن يحميه إذا لم تحمي وطنك هذا الفعل تحمي سنناقشه من عدة صيغة أولا دعم نتأمله من حيث الزمن هل هو ماضا أم مضارع أم أمر تحمي تحمي إذا الفعل وفعل مضارع الآن لو قلنا يسألك سؤال آخر حول هذا الفعل هل الفعل تحمي هذا هو الأصل الأصل تحمي تمام هل هو هذا الفعل الصحيح والآخر ما تقول إذا الفعل ليس صحيح لا الفعل هل ظهر السكون بآخره الإجابة ماذا تقول لاحظ تحمي مي هل ظهر الإجابة لا لم يظهر السكون إذا ماذا حدث الحرف الأخير تحمي ونصار حذف نفس الكلام كما عملنا في المثال السابق تحمي هذه الياء حرف العلة حذفة وأصبح تحمي تحمي حطينا هذه السكون دلالة على الحذف على الحرف المحذوف بأن الحرف المحذوف هو حرف اليا الكسر هذه الأداء الآن دعونا ننظر هنا عندنا سويا سيكون في الكتاب معنا الجدول في صفحة سبعة وثمانين ارجع معنا في الصفحة السابعة والثمانين في الكتاب وهذا الكتاب كما ترى الآن عندنا في الصفحة هذا هو الجدول الموجود معنا هنا هذا هو الجدول طبعا ترى الكتاب شوية قام بعمل بعض الأشياء عندك ولكن احنا شوية قليل نريدك تمشي معنا بأكثر فهنا سنواصل معك بإذن الله تعالى عرضنا هذا هذا القدول أمامك الصفحة السابعة وثمانين وكتاب الفعل المجزوم هناك عندنا هنا عندنا أداة القزم وهنا أصل الفعل نوعه من حيث الصحة والاعتلال إذن هناك عندك ذكرنا ثلاثة أفعال الفعل أصله الفعل في مثال تنهى تنهى الفعل تنهى أداة القزم طبعا سبقته هي لا الناهية لا تنهى لا الناهية وهنا أصل الفعل تنهى 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 نوعه من حيث الصحة والاعتلال لاحظ هنا عندنا هل الفعل هذا هذا هل هو أصل صحيح هل آخر أم معتل إذن هنا عندنا معتل الآخر معتل الآخر إذن ما العلامة هنا عندنا هل هنا عندنا سكون لا توقع سكون فإذ الحلامة هي حذف حذف حرف العلة حذف حرف العلة لا تنهى عن خلق وتأتي مثله قارن عليك إذا فعلت عظيم ومن خلال الكتاب معنا كما رأينا خلال الكتاب هنا عندك كذلك الفعل يدعو مع كلام الأمر وأصله يدعو بالواء فهو معتل الآخر السؤال الآن ما هي علامة الجزم ما هي علامة الجزم هنا الأول طبعا هنا عند الأول كما قلنا إنها حذف حرف العلة الألف والفتحة دالة عليها الآن ما هي حدث الآن هنا إن نقول حذف حرف العلة ماذا ما هو الحرف العلة الواو والظمة لاحظ مع تخلط الظمة دالة عليها دالة عليها الواو المحذوب تحمي تحمي تمام الفعل طبعا لاحظوا فينا إذا لأنت لم تحمي فإن عندك تحمي سبقته ماذا لم أصله تحمي فهذا معتل الآخر الآخر فكذلك ماذا حدث هنا عندك نقول حذف حذف حرف العلة وهو ماذا اليا وهنا عندنا جعلنا هنا عندنا جعلنا الكسرة والكسر دالة عليها علي على اليا المحذوبة على اليا المحذوبة هذا هو الجدول لأمامك الآن إذن انتهينا الآن من الجدول وسنذهب مع الشريحة الأخرى ويقول لنا في هذا السؤال المطروح علينا هنا الآن ماذا تستنتج نستنتج الآن أن علامة جزم الفعل المعتل الآخر انتبه معي حذف حرف العلة هذا المظارع المعتل الآخر حذف حرف العلة الآن سنحاول ندخل ببعض نشاط بسيط وهو يقولنا ادخل الأفعال الآتية في الجمل من إنشائك ويجعلها مجزومة بإحدى أدوات الجزم يعطيك بعض أدوات ما أعطيك أربع أدوات لم ولما ولا أنا هي ولام الأمر في الأداة الأولى ما أعطيك الفعل إذا أعطانا أفعال هذا أفعال قال الفعل ينسى هذا الفعل ينسى نريد أن نضعه في جملة ثم أعطانا فعل يسعى والفعل يدعو والفعل ترعى فخلونا نرجع مع واحد واحد الآن يقول ينسى نضعه في جملة من إنشائنا لأنك الواحد نفكر في جملة وتستخدم معك أي من الأدوات الأربع لك الحرية أردت لم أو لم أو لا النهي أو لا الأمر فدعونا الآن نركز على المشهور شهور كثير معنا من الأخطاء اللغوية عندما يكتب بخش معين ينبه يقول له لا تنسى بالألف هذا خطأ نركز شوية عليها فخلونا سنستخدم هنا الآن لا نقول لك محمد مثلا لا ينس لا لا ينس الذي قد يجد صعوبة في خط الرقعة ما علي نستبدلك بخط النسخ لأن بعض الطلاب يجد صعوبة في خط الرقعة لا ينس ينس حتى تضح معك إذن هنا عندك ينس محمد لا ينس مذاكرته أو مذاكرته دروسه هذه جميلة جدا الآن أخذنا ينس إذن هنا جاءت عملنا ماذا حذفنا حرف العلة هذا لأن سبكت أداة الجزم الآن يس عى يس عى الآن دائما في هذه نفس طريقة نستخدم له نقول مثلا ليس عى ليس عى ليس عى الإنسان للخير لينس عى المسلم للخير ليس عى الطالب للعلم إذا نحظ عندك حذفنا حرف العلة بسبب دخول لام الأمر فأصبحت ليس عى ليس عى الآن السؤال يدعو المسلم لأن نحط فيه مثال نستخدم معنا أداة من أداوات الأخرى استخدمنا لا استخدمنا يسعى لام الأمر إذا نقول مثلا المشرك لم يدعو بخير المشرك لم يدعو بخير بعيدا نلاحظ أو الجاهل أو غير ذلك من الأسماء التي تحب أن تستخدمها إذا الأهم عندنا هنا عندنا لم هذه الجازمة العدات الجازمة أدت إلى أن نقضع أو نقزم الفحل ترعى نحاول نستخدم الأدوات كلها حتى نضعها جميعا إذا استخدمنا لا الأمر واستخدمنا لا الناهية واستخدمنا لم وهنا نبقى عنا لما أقول مثلا أشرق أشرق الصبح وَلَمَّا تَرْعَى وَلَمَّا تَرْعَى الْمَوَاشِي فِي الْمَرْعَى وَلَمَّا تَرْعَى الْمَوَاشِي فِي الْمَرْعَى إذن عندك هذا يقول لما أدات الجزم على الفعل فإذا لنحطه هنا عندنا نحذف أداة عندك اللي هي حرف العلة في الحالات الأربع خلاصة الأمر الأدوات التي تجزم فعلا مضارعا واحدا هي أربع أدوات لم ولم ما ولا الأمر ولا الناهية علامات الجزم الفعل إن عندنا علامتان السكون إذا كان صحيح الآخر وحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر معنى مجموعة من الأنشطة نبدأ مع النشاط الأول املأ الفراغ في العبارات بالفعل المضارع المجزوم من بين القوسين لديكم هنا قوسين معكم مجموعة من الأفعال فنحاول سويا ندخل نأخذ بعضا منها لأن الوقت ربما قد يدركنا هنا يقول لا نقط المهملة أبدا إذا عندك هل تلد أم ينظر أم 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 إذن تصحب هذه التي تناسبها لا تصحب إذن نقول لا تصحب لا تصحب لاحظنا لا تصحب نحركها بشار بن برد يقول إذا أنت لم إذا أنت لم ماذا مرارا على القذى ضمئة إذن كلمة ضمئة هذه تحتاج في مفتاح لإجابة إذن تأتي مفتاح لماذا هل مفتاح لتلد أم ترى أم أم لا إنما تشرب إذن هذه تشرب المثال الثالث المثال الثالث وصل وصل الضيوف ولما نختار أي إجابة على الأفعال ولما ينضج إذن تأخذ ينضج ينضج الطعام وهناك ل إلى سبيل لتدعو 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 إلى سبيل الله إذن أخذنا تدعو أخذنا ننضج أخذنا إذن هنا عندنا قال حسان في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمل من كلام نقط عيني أجمل من كلام لم لم ترى وأحسن من كلام إذا عندك تلد إذا عندك تلد إذا هذه تلد هناك أفعال زائدة فإحنا إحنا أحيان إذا استخدموها أو أحيان هذه تترك لك إذا أردت أن تأتي بأمثلة أخرى من عندك أو فيها بعض الحركة الآن طالب يحدد لنا أداة الجزم والفعل مضارع وعلامة الجزم ثلاث أشياء نقاط لم ينجح مهمل في الامتحان لم ينجح أداة الجزم ما هي الأداة هنا موجودة عندك لم وهنا الفعل مضارع المجزوم ينجح لم ينجح والأداة وطبع هنا عند العلامة ماذا السكون السكون هنا عندك جاء الشتاء ولما يبرد الجو ها أي ما هو الأداة الأداة لما وهنا يبرد لاحظوا هنا محركين بالكسر للتخلص من التقاء ساكنين لأن هذا ساكن وهذا ساكن لا يصلح لا يتولى ساكنان وإنما يتحرك هنا عندنا بالكسر السكون لا تنسى وعدك لا ثم تنسى انتبهوا هذه تنسى كثير من ناس يكتبوها بالألف مقصورة وهذا خطأ وهنا عندك ماذا حدث الآن هنا عندنا حذف حرف العلة تمام نترك لك الرابع حتى تأخذ معك شيء من الأمر هنا ليسقي عهدك وعهد السرور وتكمية البيت معك في الكتاب والآن نروح مع الفعل المهل الأداة هي لام الأمر لام الأمر الفعل يسقي يسقي ماذا حدث الآن حذف فهنا عندك لاحظ عندك ليسقي عهدك معهد السرور أو قد يكون قايل بحسب ما يريدها هي الحسب تأتي بالفتح وتأتي بالفتح وبالكسر حسب إراءة الآخر إذا هنا حذف حرف العلة ولكن طبعا هنا عندك الشعر ربما يميل إلى الفتح في نقول له على حسب إن عندك رغدة الشعر في الآية الكريمة ألم ترى كيف فعال ربك بأصحاب الفيل كذا نترك لك مثال نحل معك شيء ونترك لك آخر عطيناك إثنان بالسكون وإثنان بحاذب حرف العلة وتركنا لك مثالين لتأخذ الآن هنا عندنا نعلل سبب الخطأ نريد أن نعلل هنا يقول لي بدأ الاحتفاء لما يلقي الطالب القاسر هل أين الفعل إذن هنا يلقي يلقي لاحظوا هنا عندنا ما الصواب هل هو الصواب كذا لا نقول الصواب يلقي يلقي ما السبب نقول السبب حرف حرف العلة حذفنا عرف العلة تمام لتسعى إلى الخير نترك لك هذا المثال تطبق نطبق لك واحد تخذ واحد بحث علي عن صديقه بين الناس ولما يجد هو يجد هو ما تقول عنه هنا هنا عنده صواب يجد دو دو يحط هنا هنا صواب هنا عنده كله لما لما هنا عنده الفعل يجد وهو هنا كانت يجد هنا فيها شوية خطأ الصواب يجد يجد لماذا هنا عندك طبعا السب مجزوم مجزوم طبعا كله مجزوم بالسكون لأنه هنا لم يكون بهذا يجد لا ترمي القادرات هذا يشبه وين يشبه الأول هذا يشبه الأول ويشبه الثان تمام هنا يقول لا تحتقر رو لا تحتقر هذا الفعل هكذا تحتقر عندك مرفوع بالضمة صواب هذا سبقته هذا الأداة صواب نقول لا تحتقر تحتقر السبب طبعا هو عندك طبعا مجزوم بلا النهية وهنا طبعا في الأول هنا علامة وممكن تقول مجزوم بلما بلما لأن هي أداة الجزم هنا عندك طبعا هنا هذا النشاط الثالث معك في الكتاب ونحاول أن نأخذ في الإعراب الإعراب ثمرة دائما يقول الإمام الشافعي ولا ترجس سماحة من بخيل فما في النار للضمع لاحظوا هنا هذا الفعل إذا أردناه بالصيغة المضارعة في التكلم عن نفس الشخص يقول أعرب ما تحته وإذا أردت بصيغة الأمر فتقول له إعرب ما تحته خط إعرب ما تحته خط فهنا عندك إذا أخذناها في هذه الصيغة فتكون إعرب بالأمر وإذا أردناها بصيغة المتكلم فنقول له أعرب ما تحته خط فننتذكير هنا ولا ترجو إذا نلاحظ هنا عندنا الفعل ترجو 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 أي نريد أن نعرب ترجو هنا ممكن شوية نستفيد نخذ نقول لا حتى نستفيد أكثر فأكثر فنقول لا أداة أداة جزم الفعل المضارع تمام مبني على السكون ونأخذ الفعل ترجو ترجو كما هو معاك في الكتاب لاحظوا عندي في المثال ترجو نقول له ترجو فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة لأنه أصله ماذا؟ أصله أصله ترجو بالواو فحن حذفنا هذه الواو وعوضنا محلها بأذع إذن نرجو ترجو بقى عنده شيء عنده فعل الفعل يحتاج إلى ماذا؟ إلى فعل إذن نقول والفعل ضمير مستتر تقديره أنت أترجو أنت ليؤدي هذا المثال عندك ليؤدي كل واجبة إذن لاحظوا هنا عندنا نوضحها أكثر هذا الممكن حتى ثلاثة الداخل نقول هنا عنده نقول والفعل ضمير مستتر تقديره أنت ليؤدي هنا نقول له اللام نبدأ مع اللام لا اللام هذه اللامة حتى تكون واضحة معك اللام أداة جزم للفعل المضارع وهي طبعا مبنية على السيكو مبنية طبعا لاحظ في النطق أني نطقها لي وهي طبعا لام الأمر يؤدي لاحظ يؤدي 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 بشددة وكسأ ومكسور فنقول فعل مضارع مأكزوم بحذف حرف العل أصله أصله ماذا يؤدي هذا أصله يؤدي لي فإحنا حذفنا هذه الي تمام مضت نصف ساعة ولما تقلع الطائرة ولما تقلع الطائرة نبدأ مع لما لما هي طبعا أداة جزم الفعل المضارع وذات الجزم طبعا هي لاحظ هي مبنية على السكون السكون طبعا موجود على حرف المد كما تراه وتقلع تقلع هذا فعل مضارع مجزوم ب لما بلما وعلامة جزمه السكون السكون لاحظوا هنا يقول الشخص أنك أنت يا أستاذ وضعت لنا تحت العين كسر نقول لك نعم حركناها لالتقاء الساكنين لأن هذا ساكن وهذا ساكن لا يصلح لابد أن نحرك أحدهما والطائرة كما ترونها إنها هي تكون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره على آخره ونكون بذلك أيها الأبناء جميعا أنهينا هذا الدرس وهذا الدرس طبعا هو من الدروس التي تهمنا جدا إلى أن نلتقي مع درس آخر نستودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر